اهلا بحضراتكم الجديد انتهى الثلاثة صفر والمقولين عزيز صدرتوا لدور المحترفين إنما الكارثة علاء نوح المدير الفني للمنصور أبا شماندس في الديئة ستين لعب نزل لعب بديل اسمه أحمد عبدالواحد شاهين شاف إنه ما بينفذش المطلوب منه بعد عشر دقايق قرر يسحبه اطلع شاهين لا مش طالع انتم تخيلين لعيب في الملعب ياخد قرار الصورة دي اللي انتوا شايفينها ياخد قرارنه مش خارج ويدخلوا لعيبة الفريتين نمس على راسك أخرج لا مش خارج يعني المطش يحصل ايه لعيب بيرفض تنفيذ قرار المدرب توقف عمد كده لا يخرج الأخ شاهين جاري على الدكة نشوفها يعمل ايه اهو يعني بصوا اهو بعد ما لعيبة الفريتين بما فيهم لعيبة المقاولين بيترجوه علشان يخرج اهو لا مش خارج الحاكم ولعبة الفريتين بيترجو فيه انه ينفس طرار مدربه لا مش خارج تبو تخيل ان المنافس لعيبة المقاولين يا عم عزي نلعب لا مش خارج انتو بالكو والله ما خارج طب بصوا هخرج سبوني بقى شوفوا الكابتر رايح فين شوفوا حتى لعيبة المقاولين هما اللي بيهدوا فيه بصوا بقى شوفوا الانفلات بقى شوفوا الانفلات اللي وصل لما لعبنا زعيه واشتيمة في الجهاز يسبوه عايز روح للمدرب على نوح ويرحله واعتدى عليه اتفضلوا 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 راح اعتدى عليه يعني حتشوفوها تاني لانه وصل واعتدى عليه في مشهد مؤسف جدا جدا يعني باشموندس طبعا اهو دي لقطة الاعتداء بقى مدرب فضل الرجل في منتهى الانضباط وضبط النفس ادارة مجلس ادارة المنصورة طلع بيان السيد محمد البسيوني رئيس النادي قال ان اتخذنا اجراءا احترازيا ضد اللاعب احمد عبدالواحد شهين مدير الكرة قرر ايقافه لحين انتهى التحيات قالك لا يصح الاختلاف على الحق والصحيح هذا المشهد لا يليخ بنادي المنصورة العريق وقال الكابتن علاء نوح مستمر في منصبه واحنا هنفضل خلفه وندعمه وقال ان احنا استقبلنا الهدف الاول من تسلل ده مش وقت يا عمي وقالك ننتظر تأرير المدير الفن وتأرير المدير الكرة لتحديد حجم العقوبة التي سوف توقع على اللاعب الادب والتربية اهم من كرة القدم وقال الرئيس نادي المنصورة اللاعب لم يتعرض لاي ضغوطات سابقة لكنه لسه صغير في السن هي دي المصيبة ولا يمتلك الخبرات ونعلم ان لدينا بعض المشاكل لكن سوف نقوم بحلها بصفقات في شهر يناير مش دا الموضوع اللاعب عمل بوست بعد كده اعلن انه هو اعلن اعتزاله كرة القدم وقال ان انا بعتذر لجماهير المنصورة وبعتذر للمدرب وبعتذر لكل الناس اللي اضايقت من هذا الحدث وبعتذر لمجلس الادارة وقال ان انا اتمنى التوفيق للكيان الكبير النادي المنصورة سابقى محبا ومشجعا لبلدي وقررت عدم لعب كرة القدم نهائيا لاعب عنده واحد وعشرين سنة يعمل كل دا لازم تعمل رحلة في عقل هذا اللاعب لان هو افراط لحالة الفوضى الكروية اصداد ابرائيل نحن لا نقدم الفكر السليم لكل عنصر عناصر لعبة هو اللاعب دلوقتي محترف زي هاوي زي الفاكر انه عامل فرقة هو اصحابه لدرجة انه اصبح انه عايش يلعب على مذاجه في التوقيت اللي يختاره بالحالة اللي هو عليها لما ينزل اللعيب ما نفس تعليمات مدربه ايا كان بقى الموضوع قاسي او مش قاسي بتغيرني ليه بعد عشر داقيق المدرب غلت مغلتش لكن هو صاحب القرار هو عنده الاسباب يقدر ينخشو فيها بعدين او الناس تقول له عملت كده ليه فيقول لهم يا يخنعهم ولا لا وبعدين هو اللاعب دا ما سألش نفسه هو انت اصلا نزلت ليه ما بقرار من المدرب اللي كان متوسم فيك حاجة لو المدرب دا عايز ينتقل منك ما نزلكش يحطك عدكة ليه اصلا تعرف المساعد المدير الفني والمدرب العام ابن عام اللعب دا عامه اللي عمال يقول يا ابن قلاص بيحاول يحتويه التاني ما فيه واضح ان الولد دا كبرات عامه ولا للمدرب لحظة من الجنون لما فأمن اعتذر لجميع وده يعني كويس لكن اللي مش كويس ان اللعيبة مش فاهمة دورها ايه واللعيبة اللي ما بتحدث لان الوقع تخص اللعيبة لو خاصة اداري حنتكلم الاداري مش فاهم دوره ايه اللي خاصة المدرب نفس الشيء خاصة اي واحد عنصر مع ناصر لعبة مش فاهم هو دوره ايه انت راجل النهاردة عندك تعاقد مع مع نادي كل اللي لك عنده حقوقك مقابل التدريب وانك تحت امر النادي مش انت اللي بتحط القرار ألعب والعب وده نتيجة تصرفات بعض النجوم اي واحد اللي بتعرفه ده اذا التغيير شوفناها في كل الاندية اللعيب بيعتبر اهانة انه تغير او مايلعبش او مايبتديش كل اللعيب حسب حجمه وتصرفاته مرد في علوم بيتفاوت لكن ده لا يوجد احتراب يقضي بهذا احنا لا نؤهل اللعب مهما كان حجمه والاحتراف سابقين كل واحد بشخصيته واذا كان حد جنبه حد بنصحه ووري له الصحة من الغلط نتمنى لو ان المناخ الكرة وفيه انضباط حقيقي وفيه حساب مش ظالم مش انتقائي تعاقب ده وتفوت لده وتكبر ده وتفوت ده لا نظام قوي محدد الناس تبقى عارفة بتتحاسب ازاي هو ده اللي يعمل الرضع ظاهرة مؤسفة النادي المنصورة هيحقق بقى ويعمل اللي هو عايزه في الواقعة لكن اللعيب مدرك انه عمر مصيبة عشان كده بقولك انا بطلت يا جماعة ده زي ما المهندس عدل اشار ده افراز للمناخ العام ليه احنا دللنا اللعيب برا الاحترام وبررا الاحتراف اللقط اللي بتشوفوها من كتير من نجوم كبار لحظة الخروج من الملعب مستبدلين كل واحد ضرب بوز اللي يشوت الايسبوكس واللي يرمي الشارع واللي يعمل مش عارف ايه سلوكيات بقولكو في منتهى الغرابة بتزرع وبتعزز مفهوم الانفلات وعدم الطاعة لقرار المدرب ده لعب شوارع مش لعب نوادي ده كلام تعمله عيال ما بعضها في الشارع لكن لما اجا اقول نظام محترف للاعب منضبط ايا كانت دراكته ولا ايا كان ديه في النهاية في لاحة وفي نظام اللي بيدير الفريق هو المدرب ياخد قرار في الوقت اللي هو عايزه يخرج اللعب اللي هو عايزه واتمنى ان تبقى فيه عقوبات رادعة جدا لمجرد لو يلبوز لو يلبوز ده بحد ذاته نوع من الرفض للقرار وبيحبط الفريق هيترجم لسلوكيات مرفوضة كلهم بحجمه كل واحدة ياخد حسب ثقافته وحسب الظروف وحسب المتاح قدامه مساحة الرفض بتاعته هتكبر من مكان لمكان اتنين لعيبة صاحب رهيب نجوم نجوم يبطلعين نجوم كبار جدا وطالع هو شايف ان الكاميرا عليه فتلاقيه ضارب بوس شبرين او رامل فانيلا او شاية الازازة اللي قدامه كل دي سلوكيات رفض غير محترمة وغير محترفة واتمنى ان يبقى فيها عقوبات داخلية رادعة لان هي قبل اي شي بتصدر رسالة لكل اللعيبة على مختلف اعمارهم ودرجاتهم انك تقدر ترتكب سلوكيات زي كده او مطعش المدرب المدرب اللي انت ده بترفض قراره تفتكر حتنفذ قراره الفن في الملعب ازاي ما هو المدرب قالك انا مفيش حاجة بينه وبينه انا خرجته بعد عشر دقايق لانه ما بينفذش طبعا عنده اسبابه احنا لا نناقش دي واقعة كواقعة محددة احنا نناقش معناها ايو